حليل بتاعتنا وعلى أساسه بنقول الوصفة تاعة فيروس سي الرسالة قالت لي عمري 33 سنة وانقطعت دورتي الشهرية وأجمع الأطباء على عدم قدرتي على الإنجاب نظراً لارتفاع هرمون الـ FSH إلى 45 فقال هناك علاج أرجو الرد مهما كان وعدم الإهمال يعني أنا زعلان من الرسالة دي من حكتين أولاً عدم الإهمال عمرنا مبنيه من حد من رسالة حضراتكم ما أنتم تعلمونا ذلك جيداً الجزء الثاني إجماع الأطباء على عدم الإنجاب بسم الله الرحمن الرحيم يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الزكور ويزوجهم ذكراناً وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيمة صدق الله العوين إذن فهي إرادة الله عز وجل أنا ممكن أقول صعب لكن ما أقول شي يعني إجاباً وتصديقاً لممكن مش ممكن أبداً تحملي وحالات كثيرة جداً سبحان الله ربنا عز وجل بيبين قدرته في حالات زي دي سبحان الله يعني حالة وأتذكرها كويس جداً ومن يمكن أنتم بتشاهدني بالوقتي لأنها من مشاهدات البرنامج الكرام أجمع الأطباء تماماً على عدم الإنجاب وإن شاء الله العلي القدير أن تنجب توقم سبحان الله لغاية الأطباء بقى يضربوا كف على كف إزاي؟ دي خدرة الله عز وجل دي هيبت الله عز وجل العبادي فانفيش ده نحن نقول إجماع واستحالة كلام ده عند ربنا عز وجل اللي هيقف عند حض الله خزي عز وجل دي أول حق تنشيط التبويض وتكيّس المضايد قرناها كتير يا مدام وكنت أتمنى أن حررت تكوني جردتها على الآن لتلات شهور ونشوف بعد كده هرمون الـ FSH أخبروا إيه الخطوة الأولى ست معالق من البردأوش هتنقع في ثلاثة أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح ثم صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبة الوصفة دي لتكيّس المبيض لأخبطة الهرمونات لعدم انتظام الدورة الشهرية لارتفاع هرمون الـ FSH لبطانة الراحم لتكيّس المبيض قلنا والتنشيط التبويض هذه الوصفة ثلاث خطوات هنقولهم مع بعض فأتمنى من كل أصحاب الرسائل التي تخص هذا الموضوع التركيز معايا شوية ست معالق من البردأوش هتنقع في ثلاثة أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبة دي الخطوة الأولى الخطوة التانية الميرامية مفربة نبات الميرامية أو عشب الميرامية ناخد منه معلقة هتغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث مرات يوميا الخطوة التالتة هناخد مع بعض حلبة وقرفة وجنزبيل بكميات متساوية هناخد معلقة من هذا الخليط هتغلى في كوب من الماء وتشرب ثلاث مرات يوميا دي ثلاث خطوات لتنشيط التبويق لتكايس المبيض لبطانة الرحم للأخباطة الهرمونات انخفاض أو ارتفاع الهرمونات لعدم انتظام الظهورة الشهرية اتمنى ان احنا نطبقها بعد اسم حضرتك نستعين بالله عز وجل وقلناها من قبل وهقولها تاني لازم نوقف على باب الله عز وجل لازم الرجاء في رحمة الله عز وجل ترك بابه الاحتماء برحمة هين عز وجل ليلة الجمعة اللي هو الخميس بالليل بتدخل حضرتك والزوج قوضة ما يكونش فيها صور هنبتدي مع بعض نكون متواضيين تنقل اعتكاف دخول الحجرة نفسها بنية الاعتكاف هنصلي الزوج مع حضرتك ركعتين أو أربعة أو ستة كما يفتح الله عليه قيام لله عز وجل ونطيل في الدعاء في السجود اشتكل ربنا تكلمي ربنا عز وجل اتحدثي مع الخلقك واللي مالك كل مفاتيح خلقك وقدرته عليك عز وجل تجي نتكلم مع ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام لك العدة حتى تردن كان بيعتب على ربنا عز وجل فما بلكم بي منحا لازم يا أختي الفاضلة تكلمي مع ربنا عز وجل الجاي لله عز وجل أسأل الله العظيم أن يجعلني سبب في أن يرزخك الله بزرورية الصالحة وأسألكم الدعاء لها وإن شاء الله أتمنى من الله عز وجل أن نشوف رسالة قريب من خضيرتك بالبشرينة برحمة الله عز وجل عليك الرسالة التالية